فجر الاثنين ساعة الصفر لانطلاق عملية تحرير مدينة الفلوجة العراقية من سيطرة تنظيم الدولة على مشارفها حشد الجيش العراقي جنوده وكل أصناف عتاده العسكري ومن بغداد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية انطلاق معركة التحرير ليس أمام داعش إلا الفرار كذا قال العبادي لكن وعد رئيس الوزراء برفع عالم العراق عاليا في المدينة دونها طريق مفروشة بالعبوات الناسفة والانتحاريين ومعركة نيرانها مستعرة الجيش وصف المعركة بأنها عملية عسكرية عراقية تشترك بها كل قطاعات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والقوة الجوية أما الأهالي المحاصرون داخل المدينة بين شقيرح المعركة فدعتهم قيادة عملية التحرير إلى الابتعاد عن مقرات داعش التي ستكون أهدافا للطيران الحربي أو الخروج من المدينة عبر طرق مؤمنة إنهم وجدوا إلى ذلك سبيلا لكن تجارب سابقة لأهالي مدن عراقية أخرى في مقدمتها تيكريت والرمادي لا تحمل الكثير من بشارات الخير للمحاصرين حيث يجري منعهم من المغادرة واستعمالهم دروعا بشرية من قبل داعش ثم يكونون محل شك أو ما يفوق الشك عندما تدخلها القوات النظامية الأمم المتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش تحدثتا الشهر الماضي عن نقص حاد في مخزونات الغذاء والدواء يعاني منهما سكان الفلوجة التي لم تصلها أي مساعدات أو إمدادات منذ سيطرة الجيش العراقي على مدينة الرماد المجاورة متما العام الماضي الفلوجة التي لا تبعد عن العاصمة بغداد إلا خمسة وخمسين كيلومترا سقطت في أيدي مقاتلي داعش مطلع العام 2014 فكانت باكورة المدن التي يسيطر عليها التنظيم في العراق ستة أشهر قبل تمدده على مساحات واسعة على جانبي الحدود العراقية السورية أكد المتحدث باسم الرئيس الأفغاني بأن الهجوم الذي نفذته طائرات بدون طيار مستهدفة زعيم حركة طالبان الملأ أخطر منصور كان ناجحا فيما يبدو وفي نفس السياق قال الوزير الخارجي الأمريكي جون كيري خلال زيارة إلى ميانوار بأن زعيم حركة طالبان الملأ أخطر منصور شكل هدفا للضربات الجوية الأمريكية لأنه كان يمثل تهديدا للقوات الأمريكية والأفغانية ولعملية السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر